بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهلي وصحبه أجمعين وبعد حياكم الله أخواني وإخواتي في هذا اللقاء الرابع في دورتنا الحياة السعيدة اللي هي شرح إن شاء الله يكون خفيف لكتاب الشيخ الوسائل مفيدة لحياة السعيدة الشيخ السعدي رحمة الله عليه رسالة لطيفة كتبها يمكن في يوم واحد كما يروي عني عنه في أواخر حياته بعد ما أصاب مرض وبعد ما قرأ كتاب ديل كارنيجي دع القلق ودع الحياة فكان هذا الكتاب كأنه محاكات لذاك شرعنة الكتاب ذاك أسلمه مثل ما نقول يذكر الأسباب خاصة أسباب المهمة اللي هي الشرعية وللعلم ترى ديل كارنيجي ذكر هذه الأسباب يعني ذكر ترى الصلاة وذكر الإيمان بس على ما هو يعتقده هو ما هو مسلم يعني لكن يعني ما في كلامة لكلام علمائنا المسلمين في هذه النواحي بالذات اللي هي الأمور الشرعية والإسلامية طيب اليوم رح ننتقل إن شاء الله حق السبب من أسباب الوسائل الجديدة اللي هو سبب الرابع اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر أمس كان آخر موضوع تكلمنا عنه لو أنك أنت تنشغل بعلم أو عمل وقلنا القاعدة المهمة الاشتغال يساوي الانشغال إن اشتغلت بشي فأنت انشغلت عن شي فهي قاعدة مفيدة الآن هذه يعني ما أقول مو نفسها يعني مو هي بضبط لكن شبيهة لها ومساعدة لها وهي مما يدفع به الهم والغن والقلق ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي ولهذا استعد النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل هذين لازم تخر عنهم في شيطاف عدي فايت اللي هو الماضي لا تحزن عليه وفي مستقبل جدامك لا تقلق عليه قال فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر هذا اللي دائما تسمعه عيش لحظتك عيش يومك هاي دائما موجودة في كل كتب السعادة والكلام هذا كله قال فإن جمع القلب على ذلك يعني على الاجتهاد في اليوم الحاضر يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن لأنه مشغول باليوم فمو فاضح حق ضيقة خلق على شيطاف ولا فاضح حق محاتات حقه على مستقبل قال والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعائي أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك دعاء فمو ما يعلمك صلى الله عليه وسلم أن تقول الدعاء وقعد مكانك وخلك كسلان لا وهو يحثك على الجد والاجتهاد مع أنك تستعن بالله يعني يدليك النبي عليه الصلاة والسلام أنك أنت اجتهد في هذا الأمر الذي تريد توصل له ولا تنسى الدعاء فهي الشغلتين مع بعض دائما بدل السبب اللي هو العمل بدل الأسباب المادية والدعاء الثاني مع بعض على طول الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو لحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه اللي أنت تبي تحصله تشتغل عليه وتشتهد فيه واللي تبي تدفعه وتصرفه عن حياتك أيضا تشتغل وتشتهد مع الدعاء أن الله يوفقك في أنك تحصل اللي تبي أو يدفع عنك اللي ما تحبه قال لأن الدعاء مقارن للعمل هذه مهمة على طول الدعاء مع العمل واحد منهم لا إلا في بعض الحالات رح ندكر ربعا شوي قال فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعين به على ذلك تدرس وتشتهد حالتك على وتقول يا رب توفقني تنجحني تشتغل في مشروعك وتسوي دراسة جدوى وتبذل جهدك وتتابع وتدعي يا رب تفتح عليه وترزقني هذا المفروض تشتغل وتدعي الله أن يوفقك كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك يعني اشتغل واستعين بالله دعاء هذا الشيين اللي قالهم عمل ودعاء ولا تعجز وإذا أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح حمل الشيطان فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقاذ للعجز اللي هو احرص على ما ينفعك هذا العمل الاجتهاد واستعين بالله هذا الدعاء وعدم الانقاذ للعجز الذي هو الكسل والطار وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره وجعل الأمور قسمين هني اللي راح نقولها قبل شوي متى ما قلنا قبل شوي أن كل شيء لازم تشتغل فيه إلا في بعض الأمور قد تعجز جعل الأمور قسمين قسما يمكن للعبدي بدل العبد هي للعبد أصح إن شاء الله قسما يمكن للعبدي السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكنه منه أو دفعه أو تخفيفه فهذا يبدي فيه العبد ومجهوده هو يستعينه بمعبوده يعني في قسم أنت تقدر عندك أسباب تبذلها عشان تحصل الشيء اللي تبيه كله أو تحصل بعضها على الأقل أو أن الشيء الضار اللي أصابك في أسباب مادية تبذلها فتبعد عنك هذا الشر أو تخففه على الأقل موجود أقسام الأقدار ففي شيء من الأقدار أنت لك إيد تشتغل فيه وقسما لا يمكن فيه ذلك ما لك إيد فيه كلش أبدا ما فيه ما فيه شيء تقدر تبذلها ما فيه أسباب مادية قال فهذا القسم يطمئن له العبد ويرضى ويسلم ولا ريبة أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم لكن انتبه قسما لا يمكن فيه ذلك يعني أنه يبدل أسباب مادية بس شنو يبقى له؟ يبقى له الدعاء الدعاء أبدا ما نفقده في أي قسم الشيء اللي نقدر نشتغل فيه بإيدنا فنشتغل فيه بإيدنا ومع الدعاء القسم اللي ما لنا إيد فيه ما نقدر نسوي شيء فيه فيه شيء أنا أبيب خاطري ودي حصله بس أبدا الأسباب كلها مقطوعة البيبان كلها مسكّرة ما عندي شيء أسويه بس عندي الدعاء أو قد فيه ضر نزل فيني ما عندي شيء أسويه عشان أدفع عني الضر لكن يبقاه للدعاء مع الاستسلام والرضا بقضاء الله وقدره هذا هو السبب الذي ذكره الشيخ هو السبب الرابع في أسباب الحياة السعيدة ننتقل حق شوي ملخص السلايد اللي يعني يخص هذا الموضوع الوسيلة الرابعة اللي ذكره الشيخ عشان نفهم إحنا بشكل مختصر وإن شاء الله يعني رتب مثل ما قلنا الكلام الاهتمام باليوم واللحظة اللي نعيشها ليش الاهتمام باليوم واللحظة سبب من أسباب السعادة والراحة لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبيني في جوفه شون يعني؟ يعني رأي بالين شداب يعني ما تفكر أنت في نفس اللحظة بشيء واحد يعني نفس القاعدة اللي أمس ذكرناها اللي هو الاشتغال والانشغال كرسي أنت عندك كرسي واحد وأثنين فإذا في شيء يشغل بالك ما تقدر تفكر بشيء ثاني فمعناته إذا أنت هتميت بيومك ولاحظتك اللي أنت الآن تعيشها هذي بالك وفكرك وعقلك ما رح يقدرين شغل بماضي أليم ولا اتحاتي مستقبل ما تدري شنو فيه فنستفيد من قاعدة أمس من ضمن تطبيق قاعدة الأمس اللي هي أن نفكر باليوم نفكر باللحظة اللي احنا نعيشها شنو نقاط العمل اللي نحتاجها شنو ممكن نسوي عشان نستفيد من هذه النقطة عشان هم يكون كلامنا شوية موزون أول شيء الاستفادة من تجارب الماضي دون حزن أو حزن أو هم طبعا لما نقول لا تفكر بالماضي يعني بس هم نفس الوقت يعني لا يولدق مؤمن من جحر مرتين يعني أنا غلطت المرة اللي فاتت ما يصر أنا أتعامى عن الماضي ولا حتى أسفيد من التجربة وأطيح بنفس المشكلة لا احنا اللي نقول لا تفكر بالماضي لا تفكر في همومة مشاعر سلبية التجارب اللي ضيق الخلق وتحزن اللي ما رح تستفيد لو أنت بس قعدت وتذكرتها ماكو شيء لكن أخذ الخبرة من الماضي أخذ الدرس أخذ الموعظة أخذ الفائدة أخذ تجربتك هذه ضرورية حتى تعرف تمشي بعدين حتى تعرف تستمتع بيومك ما تطح بنفس الأخطاء اللي طحت فيها المرة اللي فاتت فهذا أول شيء نسوي إننا نستفيد من الماضي الذي يعني مر علينا اثنين التخطيط للمستقبل دون قلق هم نفس الشيء لما احنا نقول لا تفكر المستقبل مو يعني تعيش على البركة لا خطط وضبط وخطة خمسية وخطة ما ديريش خطة ما ديريش بس بدون محاتات بدون قلق فأستفيد من الماضي بدون حزن وأخطط للمستقبل من غير قلق أخطط واحد خطتي وخلاص الموضوع عند رب العالمين يقدر الله سبحانه وتعالى ما يشاء هذا الموضوع هذا النقطة الثانية يومنا ولحظاتنا نستفيد منها ولا نهمل ماضينا ومستقبلنا العمر الثالث التركيز على اليوم والانشغال والاستمتاع به يا أخي استمتع بوقتك بلحظتك بس والله في يعني عندي باتر موضوع الله يستمتع زين خليه باتر انت ليش منكد على عمرك حتى الحزة اللي انت مستانس فيها يا معا متابعين مع الأهل طالعين طلعا قاعدين نلعب قاعدين نضحك فجأة تشوفه ولا مقلدهم شفيك في عنده موضوع شغلة باتر زين خلاص نحن استانس بللي انت فيه استانس انت استمتع بللي انت يصير خير فداما ركز على يومك احرص اش بتسوي فيه هذه النقطة مع النقطة اللي أمس اللي هي الانشغال بعلمه وعمل مع بعض يضبطون معك النقطة الرابعة والأخيرة لا تنسى هذا الدعاء في كل يوم وليلة ويا أخواني أخواتي لما يكون الدعاء من دعية من الأذكار بيكون من أذكار اليوم وليلة الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد يذكرك بهذا الموضوع كل صبح وليل عشان ما تنساه في كل صبح وليل احنا نقول اللهم إني أعود بك من الهم والحزن يا رب توخر عني الحزن على الماضي والهم من المستقبل وخر عني يا رب تعيدني ما أبيهم لأنهم ما يفيدونك يعكرون عليك اليوم بس هذا اللي يسونا يعكرون عليك جوك يخربون عليك اللحظة اللي انت تستانس وتستمتع فيها هذه ملخص النقطة اللي ذكرها الشيخ وهو سبب الرابع ننتقل إلى الكتاب مرة ثانية لنتكلم عن السبب الخامس قال ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الاكثار من ذكر الله تعالها فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه قال تعالى ألا بذكر الله تطمأن القلوب فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه واجره الشيخ ترى بس هذا اللي قال عن الذكر مع أنه موضوع الذكر شوي طويل إحنا عدم نفصل شوي هناك يعني كترتيب واستضاح ليش الذكر يفرح القلب ليش لازم نفهم هالسعرفة هذه فخلونا ننتقل حق السلايد ونقول السبب الخامسة الآن إحنا الوسيلة الخامسة من وسائل السعادة الحياة السعيدة الاكثار من ذكر الله تعالى وركزوا يا أخواني إخواتي الاكثار الاكثار رب العالمين يذكر دائما كثيرا يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا تنسون كثيرا مو أي شيء ذكر يعني الكثير هو اللي ينفعك الكثرة في الذكر هي اللي تنفعك ليش الاكثار من ذكر الله من أسباب السعادة السبب الأول الدليل النص وهذا يكفي منه اللي قال الشيخ مساع ألا بذكر الله تطمئنه القلوب هذه قاعدة الله حطلها هنا في الأرض ذكر الله يطم من قلبك ولا شك وطبعا الذكر ناخده بمفهومة الواسع ليس الذكر اللسان فقط اللي هو التسبيح والتحميد والتهلل وإن كان هذا منها ومن أفضلها لكن أي عبادة تعتبر ذكر أي عبادة الصلاة ذكر القرآن ذكر الإحسان ذكر دائم أنت الله على بالك الذكر الله يعني شيء أنك أنت تذكر الله ما تنساه فيكون على بالك رب العالمين على بالك حتى لو قاعد بينك بين نفسك وتفكر برب العالمين ونعمة تعالى أي شيء أي شيء تمام؟ فالذكر بالمعنى العام يطم من قلبك والذكر باللسان هذا بالذات اللي هي الأذكار المنوعة هذا من أكثر الأشياء اللي لا بد نحن نتبلأ اللي فيها الكثرة الاكثار من ذكر الله أولا لأن الدليل ألاب ذكر لا تطمئن القلوب فالله سبحانه وتعالى جعل هذه قاعدة ومن أصدق من الله قيلها ومن أصدق من الله حديثها صدق الله سبحانه وتعالى في كلامه الأمر الثاني اللي يخلي الذكر مهم أن الذكر للقلب كالماء للسمك هذه كلمة كلمة بنتيمي رحمة الله عليه قال الذكر للقلب كالماء للسمك السمك يعيش بدون ماء لا أول ما تطلع من الماء يقعد يلابطي لابطي لابط خلاص شنوعة قاعد يحتضر رح يموت إذا طلعت الذكر من قلبك يعني ما عبيت قلبك ذكر ترى قلبك قاعد يحتضر ممكن قلبك يموت فيه إنسان قلبه ميت وإن كان هو يعيش في الحياة هذا منه اللي قلبه ما في ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت بالضبط لأن هذا اللي ما يذكر الله كنا طلع قلبه من الماء طلع لسمكها من الماء ماتت فليش تذكر راحة لأنك أنت قاعد ترد حق قلبك روحها قاعد ترد الروح حق قلبك تعطيه مادة حياته قاعد ترد اسمكها حق الماء تنعشها تنعشها هذا 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 تشدي قاعد سواب قلبك كل ما أكثرت من ذكر الله تحس قلبك انتعش شفتوا قبل الأيام اللي طافت برمضان شفتوا قلوبنا شون وناسة مرتا قلوب منتعشة ليش يا تقرأ قرآن وتختم يا تسمع قرآن بالتراويح يا الحرم بالتلفزيون يا دروس ومحاضرات كل ذكر تحس القلب طاير من الفرح أهوة شدي أهوة شدي الله خلقك تذكر شدي مثل ما جسمك عشان تعيد لحيويته ونظارته يبياكل قلبك عشان تعيد لحياته وحيويته ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث اللي خلي الذكر راحة إن الذكر هو يعني ذكر الله أنت إحنا أي واحد لما يسولف عن الإنسان اللي يحبه يا بوطاري أو اسألوا عنه شلون فلان شرايكب فلان شاخبار فلان وهو يحبه ويموت فيه تشوفون تعابير ويها قبل لا يتكلم تشوفون آخ فلان ما يقدر يتكلم كتر ما هو يحبه ويقدر يسولف عنه ويتكلم عنه وما يبي يسكت أصلا ليش لأن ذكر الحبيب يسعد القلب ورب العالمين هو أغلى حبيب سبحانه أغلى من نحب في حياتنا هو الله سبحانه وتعالى فإذا كنا نحبه فعلا فالمفروض أنت وأنت تذكر الله مستمتع لما تتقرأ قرآن وتتقرأ أوصاف الله في القرآن وأفعاله وحكمته الباهرة وتستمتع لما تتذكر الله بينك وبينه سبحان الله تسبح الله يا ربي تنزهت وتقدست عن العيب والنقص الحمد لله الله أكبر تخيلتش قاعد لا إله إله يا ربي ما في إله إسواك لا حوله ولا قوة المالح أنت هذا الكلام المفروض الله ما ودي أخلص هيك هذا سولف عن حبيبي ربي سبحانه وتعالى شوف نفسك ولا مثلا لما تسولف عن حبيبك من الدنيا الإنسان اللي ما أخذ قلبك شوف شنو مشاعرك تجاه يعني شون تتكلم أصلا الناس يعرفون من أبرد صوتك أنتم حين قاعد تحسون فيني أنا شيني قاعد أبتسم يعني أنا ما قاعد أسولف عن أحد بس شي مجرد ما تتذكر إنسان تحبه وايد قبل ما تتسولف أصلا بس تتذكره يا أخي فلما تذكر الله سبحانه وتعالى شو يصير فيك عشان شديد ذكر يسعد القلب لأن أنا قاعد أذكر حبيبي قاعد أسولف عنه كده أنا باستانس ما ودي الموضوع ينتهي ما تشوفون الناس اللي أصحاب هوايات قاعدون يسولفون عن هوايات وما يخلصون لا الملوطة الكرة والرياضة قاعدون يسولفون يحللون ساعات عادي ليش يحبون يتكلمون عن اللاعب ومستانسين يحبونه الحداقة والمطيرت هي وانت رايح الأمر الأخير اللي خلي الذكر سبب السعادة لما إحنا نعرف نوايا الذكر وفضله نرجع حق نوايا مرة ثانية ماكو فايدة من نوايا لازم تاخدون نوايا يا جماعة افتحوا كتاب نوايا وشوفوا شنو تحصلون من أجر وفضل إذا ذكرت ورب العالمين إذا عرفت كل الفضائل شلون ما استانس وانا قاعد أذكر الله أكيد باستانس لأني قاعد أحصل كل الأشياء الله قاعد يفتح لي ويرزقني وياجرني ويجزيني كل هذا بس وانا أذكره أكيد باستانس طبعا أنا مستمتع هذه الأشياء هي اللي تخلي الذكر سبب من أسواب السعادة يعني لما واحد يقولك يا أخي ليش أنا ما أذكر الله ليش أنت تقول لي أذكر الله شنو علاقة أني أذكر الله بوا ناستي وساعاتي وراحت قلبي قل له الأشياء الأربعة قل أول شيء لأن الله قال على ذكرات أطمئنوا القلوب شيء ثاني لأن الذكر للقلب الله خلقنا شدي الذكر لقلوبنا مثل الماي للسميتشة ما تستغني عنه شيء ثالث أن أنت لما تذكر حبيبك مفرد تستانس وهذا تقدر تعرف أنت شكتر تحب الله سبحانه وتعالى الأمر الرابع يا أخي أنت تعرف أنك ذكرتها لشتحصل يكفي يكفي أن الله يذكرك أنت منه عشان الله يذكرك فهذه الأسباب هي اللي تخلي الذكر راحة وسعادة طيب نقاط عمل شنو نسوي الحين في هذه القضية عشان نكون عمليين وإن شاء الله محددين ما نقط الموضوع شنو نقول يلا أروح أنت أذكر الله بس وائد لا خلن بس تحديدات بسيطة ويعني مساعدة خفيفة أو شيء المحافظة على الأذكار الموظفة وكثير معلماء قال يا أخواني وإخواتي أن اللي حافظ على الأذكار الموظفة يعتبر من الذاكرين الله كثيراً ونذاكرات شنو هي الأذكار الموظفة الذكر بعد الصلوات أذكار صباح و المساء أذكار النوم أذكار الدخول والخروج هذه الموظفة اسمها موظفة يعني حسب الحال والمكان واللي أنت فيه اللي إذا بسوي شيء النبيع السلام علمنا يا حي هذه إذا التزمتها فإنت إن شاء الله على خير هذا رقم واحد يحرص عليه شيء ثاني كثرة الذكر بأوراد وأوقات وأحوال هذا أنت تحط لك تخصص لك شيء أنا والله بستغفر مثلاً 100 مرة أو 10 دقائق دائماً أنا أقول يا عدد تختار أو اختار لك وقت أو بأحوالك إني أذكر الله مرات وأنا بالسيارة أنا مشواري مثلاً من بيتنا ليل مكان اللي بروح له بقضي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راد الباقيات الصالحات وأنا قاعد أمشي عندي رياضة بأمشي ساعة الله ربع بقاعد بس أسبح فيها أو لا حول الأقوة تلب الله أو أقسمها ربع ساعة شديد ربع ساعة شديد ربع ساعة شديد وأنا من سدح قبل الله أنام أدري ما تينينا مبدال لأخذ تليفوني وأقلب فيه أبي أقعد أستغفر لين أدخوا أنتوا الذين تكونوا على قياماً وقعداً وأنا جنوبهم وأنا واقف وأنا راكب وأنا ماشي وأنا قاعد وأنا من سدح أذكر الله بكل أحوالي فدائماً حاول تكثر ذكر الله بأنك أنت تخصص ذك يعني أنت برنامج بسيط حق نفسك مشاورك مشيك ورياضتك قبل الله تنام قعداتك عشان يصير ذكر الله كثيراً الشيء اللي قلناه اللي هو الكثير الأمر الثالث والأخير التدريب على الذكر وقت المصيبة شوف يا أخواني أخواتي أنت لما تكون من الذاكنين الله كثيراً إذا قاعد تعبي قلبك ذكر تحشي 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 ذكر شتش قاعد تسوي فيه قاعد تخلي قلبك وايد مطمئن وايد مرتاح شدي يعني قلبك يصير شفت المخدة لو تيك صدمة في الحياة تطق المخدة تخفصت متها شدي يعني سوفت شي شي مرن تذكرون المثالة ذكرناها في المراتب هذه القاعدة في الإيمان نذكر نفس الشي يصوي في القلب كل ما أنا ذكرت الله وايد فأنا قلبي وايد متطمن وايد عنده قدرة على امتصاص الصدمات إذا العصابات وعشان جيدين أنت تشوف الإنسان اللي يذكر الله وايد لما التيلة شدي فرج خبر مو حلو ما تحسه تايع لا لا تحسه ثابت حتى تحسه أصلاً أول شي إنها لله وإليه راجعون الله هالي شون تطلع من قلبه شون تطلع أول ما أو أول شي شلون مثل مثل اللي ينقال خاصة من أخواتنا النساء اللي عسى ما واحد طاح ورجع أول شي بسم الله شون تطلع بسم الله شدي أول ما واحد يطيح ولا يتعرش بياهل ليش قلوبه الحمد لله عمر بالذكر فتطلع فلما أنت تكثر من ذكر الله أصلاً فقلبك جاهز لما تزيد عليه تدريب ثاني وهو أنك أنت تتدرب على أنك أنت تذكر الله وقت المصيبة هذه قمة الراحة لأن ترى وقت المصيبة يا أخواني أخواتي ووقت الهم والغم ترى الواحد قلوبه يطيش يعني تعرفون اللي احنا نقوله مسبه شدي يصير الواحد يصير مذهول شنة مو بوعية ما يقدر يقول شي أصلاً مرات ينسطل ما يعرف يتكلم إذا تدرب على أنه يذكر الله بوقت مصيبته هذه نعمة من الله تدرب عليها شون تدرب عليها يعني في مرات لما يصير لك شي عادي يطوف عليك ساعتين ثلاث بعدين تتذكر يا والله خلنا استغفر الله تمام المرة اللي آية قبل ساعة بعدين رح تصير الصدمة الأولى هي ذكر شدي فتتدرب على أنك وقت المصيبة تذكر الله لأن يا جماعة ذكر الله وقت المصيبة يريح قال النبي قال الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أول ما ذك صدرك روح سبح بحمد ربك وصل استعينوا بالصبر والصلاة وقت المصايب روح صل ترتاح إذا أصابتك مصيبة أول ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك من مهتدون سكينة تنزل عليهم راحة ليش؟ لأنه تعلم أنه يذكر الله في وقت مصيبته فلما تدرب على هذا رح نفتاح كثير ملخص هذا الاسلايج كله الذكر أكسجين القلب إن شلت عنه الأكسجين الله يعينك ما رح تقدر تتنفس ما رح تعيش حياتك مرتاح أبدا فلا تشيل الذكر عن قلبك لا تغفل عن ذكر الله عشان تعيش بخير وعافية عسر الله ينفعنا سبحانه وتعالى باللي قلنا ونكتفي اليوم بهذا القدر وإن شاء الله بكرة نكمل بقية الأمور وترى للعلم يا أخوان أخواتي يمكن باقي السبب السادس والسابع اللي هما يمكن نحتاج لهم سلايدات وترتيب وايد باج الأشياء رح نقرأ ونعلق تعليق بسيط على الكتاب يعني رح نمشي من باشرة أو عقب باشرة رح نمشي ترى مشي سريع لأنه فيه نقاط رح نشوفها مشابه لنقطة طافت أو حتى مكررة بس بسلوب ثاني فما رح نعيد الكلام اللي قلنا كله يعني رح يكون إن شاء الله الموضوع مثل ما قلت لكم أسهل دائما الغرازة والأطوالة تكون في البداية عشان بس نأصل الأمور ونحط لها القواعد ونفرش ونعرف نشتغل تالي عسر الله ينفعنا وياكم دقيقة بس أحفظ لكم إياه ونرجع لكم حق سؤال أجواب والحمد لله رب العالمين وصر الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين